جنسية مختلفة وعادات لا تماثل القيم العربية الملكية لكن من الحب ما يفعل المستحيل فالعاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال وقع في حب الملكة مونة والدة الملك الأردني عبد الله الثاني وفجأة ودون سابق إنذار رحلت الملكة إلى بلادها دون أسباب وجيها في رحلة غامضة لم يصل أحد إلى ماهيتها إلا القليل سواء داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها فما القصة؟ لم يتوقع كلاهما أن يقع في قلبيهما هذا القدر من بداية الطريق الغرامي الذي غالبا ما ينتهي بالنهاية المعهودة بالارتباط المقدس فلقاؤهما كان عن طريق الصدفة البحثة ونهايتهما كان ضغامضة والدها كان ضابطا بالجيش البريطاني برتبة مقدم وفي إحدى مرات تواجدها بالأردن تسرب من النظرة الأولى إلى قلبها حبه رغم صعوبة المشهد واختلاف الرؤى والتاريخ والنشأة بين الثنائية فالملكة مونة الحسين قرينة العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال لم تتوقع أن تقع في فخ حب رجل يختلف كليا عن عادات وتقاليد مجتمعها الغربية والمختلف كليا عن عادات وتقاليد المملكة الأردنية الهاشمية قرر الحبيبان الزواج في المملكة المتحدة التي نشأت بها الملكة مونة الحسين والتي باتت على مقربة من الاندماج مع بيئة زوجها الذي يتربع على عرش المملكة الأردنية الهاشمية زواج كان نتاجه أمراء وأميرات فأبناؤها من العاهل الأردني الراحل الملك عبد الله الثاني والأمير فيصل بن الحسين والأميرتان عائشة وزين ونجلها أصبح بعد رحيل والده الحاكمة الفعلية للبلاد لكن اللحظات والأعوام السعيدة التي يعيشها الزوجان في أي مكان وعلى مستوى العالم غالبا ما يتخللها لحظات ليست جيدة سواء في هبوط مؤشر الحب أو الانفصال أو ترك المكان الذي يقيم به الزوج سيناريوهات مختلفة تخللت قصة رحيل الملكة مونة الحسين عن المملكة الأردنية الهاشمية فبعض الروايات التي من الممكن أن تتجه إلى الصحة تشير إلى أنها تركت الأردن لتعود إلى موطنها وذلك لعدم قدرتها على التعايش وفي روايات أخرى تختلف في جنباتها الأسباب التي دفعتها لمغادرة البلاد ويكمن السبب في أنها تركت البلاد بعدما انفصلت عن الملك وأرادت أن تعيش بعيدا عن المملكة وأجوائها أسباب معلنة وأخرى مخفية تأرجحت بينها حقيقة رحيل قرينة الملك الراحل الحسين بن طلال فليست هناك حقيقة مطلقة في حتمية سبب الرحيل وكلها مجرد اجتهادات تقبل الصحة والصواب لكن التكهنات حول هذه الواقعة الغامضة كثرت ولم ينكر أحد أي رواية في أسباب رحيلها لكن سرد هذه التفاصيل عن قصة الزوجين يفتح نافذة للمتابعين للتعرف ولو على قدر بسيط من الكواليس وأنتم برأيكم هل انتهى الحب بين الملكة مونة الحسين والعاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال أم أن أسبابا خفية كانت وراء رحيلها عن الأردن إلى المملكة المتحدة؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة